من جانبه قال وزير داخلية أوكرانيا دينيس مونس تيريسكي إن بلاده ستستخدم التكتيك العسكري متعدد المستويات لحماية حدود الاتحاد الأوروبي من المهاجرين مشيرا إلى أن بلاده ستسمح للجيش والأمن بفتح النار ضدهم سنستخدم التكتيك المتعدد المستويات لحماية الحدود في المستوى الأول ستكون العناصر بدون أسلحة فقط مع معدات الحماية وفي حال وقوع أعمال عدوانية من قبل المهاجرين سيسمح لعناصر المستوى الثاني باستخدام السلاح والوسائل الخاصة